اهلا بكم متابعي جنو توكس برنامج فوتو بيا هو برنامج تجمع وتديل صور يعمل عبر الانترنت لكن من خلال هذه الحلقة سنتعرف على طريقة تشغيل البرنامج بدون الانترنت على نظام جنو لينيكس كما تتوفر نسخة لنظام ويندوز سأترك لكم روابط التحميل في خانة الوصف في البداية ولكي نقوم بتحميل نسخة أب ايميج وهي امتداد النسخة المحمولة من البرامج على نظام جنو لينيكس نقوم بكتابة فوتو بيا أب ايميج على محرك البحث ثم ننقر على هذا الرابط ومن صفحة المشروع على كتهاب ننقر على رابط الإصدارات ثم نقوم بتحميل البرنامج بعد نهاية التحميل ننتقل إلى المجلد الذي وضع فيه البرنامج ننقر بزر الفعر العيمن ومن هذه القائمة نذهب إلى خصائص ثم إلى صلاحيات ونعطي البرنامج صلاحية التنفيذ أقوم الآن بتنفيذه عبر برنامج أب ايميج لونشر وهذا البرنامج يمكنك من ضم برامج أب ايميج المحمولة إلى قائمة البرامج لديك على النظام سأنتظر البرنامج إلى أن يفتح ويجب أن تتوفر على الانترنت في أول استخدام لك حتى يقوم البرنامج بتحميل الملفات الضرورية لكي يعمل معك بعد ذلك بدون انترنت هذه واجهة البرنامج والتي تشبه إلى حد كبير واجهة فوتو شوط ومن خلال قائمة الاختيارات أعلى سأقوم بجلب صورة من الملفات الموجودة على حسوبي اخترت صورة لشعار البطريق ونظام جنون لينيكس من خلال أداة التحريك والتحجيم يمكن التلاعب بالصورة من حيث الحجم والشكل ولا بعد الآن سأقوم بإغلاق البرنامج ثم سأقوم بقطع الانترنت على الحاسوب حتى نتأكد أن البرنامج يعمل حتى في عدم موجود الانترنت وكما تشاهدون فتحت البرنامج أول ما ظهر لنا هو النافذة بيضاء مصحوبة برسالة تخبرنا أن البرنامج لم يستطع الوصول إلى الانترنت ورغم ذلك ظهرت واجهة البرنامج بشكل طبيعي جدا الآن سنحاول العمل على البرنامج من خلال جلب ملف PSD لنموذج بطاقة العمل موكعب ومن خلاله سنعمل على تغيير النماذج الموجودة مسبقا في هذا القلب بنماذج جديدة كل ما علينا الآن القيام به هو النقر بنقرتين على المربع الصغير على الصورة المصغرة المراد تغييرها من خلال نفذة الطبقات Layers سينبثق لنا لسان جديد بعدها نذهب إلى File ثم Open and Place لنختار الصورة الأولى سأقوم بتحجيم الصورة لتأخذ الحجم المطلوب بعدها أقوم بالحفظ من خلال Ctrl-S أو من خلال الذهاب إلى File ثم Save بالعودة إلى لسان موكعب سنجد أن الصورة أخذت موضعها بشكل تلقائي لنقوم بعدها بنفس الشيء مع الصورة الثانية نقوم بجلبها وتحجيمها ثم الحفظ ونعود إلى لسان نموذج موكعب وستأخذ هي الأخرى مكانها بشكل طبيعي وتلقائي كل ما علينا الآن هو حفظ المشروع من خلال File ثم Save هذا سيؤدي إلى الحفظ فوق الملف الأصلي أو من خلال Save As لكي تحفظ نسخة جديدة باسم جديد أو في مكان جديد بعدها سنحفظ الصورة بامتداد PNG من خلال خيار التصدير وبالانتقال إلى مكان وضع الملفات المستخرجة سنفتح ملف PNG وهو نموذج بطاقة العمل متواجدة كما صممناها كل هذا من خلال هذا البرنامج الرائع اسمه Photopia والذي يتوفر أيضا على كل الأدوات الأساسية لإنشاء تصميم وتقطيع ودمج الصور وإضافة النصوص وغيرها كما يتوفر على تشكيل من المرشحات أو Filters للتعديل على الصور وتركيبها كما ذكرنا ذلك سابقا كان هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا